موسيقى موسيقى أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان حديث اليوم عن سلطان المسيح المطلق وهذا طبعا يتفرد ويتخصص به يسوع المسيح طبعا يختلف عن كل سائر الأنبياء خليني في البداية أقول شيء مهم جدا ولسيما عندما تقرأ صفحات الإنجيل المقدس إن من يتأمل حياة المسيح لابد أن يكتشف بدون أدنى شك سلطان المسيح الفائق تكتشف هذا في كلامه في مواقفه في لقاءاته في معاملاته في تعليمه أيضا في معجزاته في تصرفاته في حياته الكاملة لابد أن تصطدم بهذا الشخص الفذ الفريد الرائع الذي لا مثيل له لابد أن تواجه هذا السلطان ثم عزيزي المشاهدة لابد أن تكتشف حتما تميز المسيح وتفرد المسيح من كل ناحية وصوف تكتشف أنه لا مثيل له أي واحد من نوع وهذا ما أريد أن أتحدث عنه في هذه الحلقة سلطان المسيح المطلق وأنا بصلي في هاي اللحظات أنه عندما ألقي الضوء على هذا الموضوع أنه ربنا يفتح العيون يفتح القلب لكي نستوعب كلام الله وفعلا نوخد قرار لحياتنا ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر أهلا أعزائنا المشاهدين أنتم تشاهدون برنامج ليكن نور على القناة الفضائية قناة الحياة المسيحية وحديث في هذه الحلقة عن سلطان المسيح المطلق والسؤال أعزائي كيف نفهم سلطان المسيح أولا أحبائي سلطان المسيح هو إثبات للهوته المبارك والتي تعتبر من خصائص الله ومن صفات الله وحده وهذا ما تستنتج من خلال قراءتك في الإنجيل المقدس خليني أقتبس شهادة المسيح عن نفسه من إنجيل يحن أصحاح 15 والآية 22 و24 اسمع كلام الرب يسوع قال لو لم أكن قد جئت وكلمتهم لم تكن لهم خطية وهذه أحبائي كلمات خطيرة جدا ولسيما المعاصرين كثير منهم رفضوا أبغضوا يسوع المسيح بدون أي سبب فقال يسوع لو كنت قد جئت وكلمتهم لم تكن لهم خطية ثم بنفس الآية 24 مكتوب لو لم أكن قد عملت بينهم أعمالا لم يعملها أحد غيري لم تكن لهم خطية بيتكلم عن ناس شافت بعينيها وسمعت واختبرت وما فيش أي إمكانية أنك تعارض أو تعاند يعني هذا الموضوع مع كل هذا أحبائي قال يسوع الكلام اللي تكلم فيه لم يتكلم أحد والأعمال اللي عملها يسوع المسيح لم يعملها أحد فإذن الإنسان بدون عذر لأنه سمع واختبر وشاهد وشاف أعمال المسيح أو معجزات المسيح فالمسيح متفرد في كل شيء المسيح فريد في ميلاده ولادته من عذراء المسيح فريد في التعليم فريد في معجزاته فريد في موته في قيامته المسيح فريد في صعوده إلى السماء وفي مجيءه ثانية المسيح فريد في طبيعته في شخصه في صفاته فالمسيح هو ابن الإنسان الكامل وهو ابن الله وهنا نرى اتحاد الناسوة باللهوت اتحاد كامل ثم شيء ما يميز يسوع المسيح أحبائي إن يسوع المسيح هو الإعلان النهائي هو الإعلان الكامل الذي لا إعلان بعد يسوع المسيح وهذا ما كتب بالوحي من الروح القدس فإذن لا حاجة إن يكون أي نبي بعد يسوع المسيح ولا حاجة ليكون أي كتاب بعد يسوع المسيح وحقيقة كما نؤمن نحن المسيحيون إذا كان في إعلان يعني أي نبي أو نبوة أو أي كتاب بعد يسوع المسيح فيعتبر هرطقة وتعتبر بدعة ودين طبعا مش بحسب الكتاب المقدس وحتى بعد المسيح في كتير إلى اليوم طلعوا في بدعة كثيرة منها بدعة الغنصية التي أنكرت لهوت يسوع المسيح وبدعة التي أنكرت مجيء المسيح بالجسد وبدعة طبعا دعاة التهويد وبدعة وديانات مزيفة ما أكثرها في هذه الأيام والكتاب واضح جدا وهذا السلطان فقط من حق يسوع لأنه هو الإعلان الكامل اسمع ما يقول الكتاب المقدس الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه أي في يسوع المسيح كلمة الله في ابنه بعدين الذي جعله وارثا لكل شيء الذي به عمل العالمين لاحظ التعبير الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته فهل يعقل بعد ما إن جاء الكامل يسوع المسيح أن يرسل أي كتب أو أي إنبياء بعد المسيح وأقول هذا طبعا بكل محبة وبكل احترام لأنه أي شيء يناقض الكتاب المقدس فنحن طبعا بالطبع لا نقبل هذا الشيء فإذن مثل ما ذكرت في هذه النقطة الأولى إنه المسيح طبعا هو إثبات للهوته وإنه هو متفرد في كل شيء لأنه حياته خالية من الخطيئة ولسيما الشهادات اللي شهد بها عن نفسه شيء ثالث نرى السلطان في المسيح الذي هو فوق الزمن في أزليته وأبديته أيضا ألم يقل في بشارة يحن الإصحاح الثامن والآية 58 قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن والسؤال من يتجرأ من يستطيع أن يقول هذا الكلام إما أن يكون مختل عقليا أو إما أن يكون صادقا كل الصدق وعندما تدرس حياة يسوع المسيح تكتشف طهارته تكتشف قداسته تكتشف سموه وتفوقه على كل شيء فهذا الإعلان لا يمكن أن يصدر من أي شخص عادي فكون أن يقول قبل إبراهيم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن فإذا هذا قمة الإعلان وهذا يتخطى الزمن سواء الماضي سواء الحاضر سواء المستقبل وحقيقة إنه فوق الزمن يتخطى حدود الزمن فهو غير محدود في الزمن تستطيع أن تقرأ هذا الشيء في سفر رؤية الإصحاح الأول عندما قال أنا هو الألف والياء البداية والنهاية الكائن والذي كان الذي يأتي القادر على كل شيء ثم قال أنا هو الأول والآخر من يستطيع أن يقول هذه التعبير أو هذه الكلمات إلا الله وحده سبحانه تعالى فإذن المسيح يعني له السلطان الفائق لأنه فوق الزمن وغير محدود في الزمن فهذا يعطي السلطان المطلق الكامل شيء رابع نرى سلطان المسيح من خلال قدرته السرمدية فهو مكتوب عنه القادر على كل شيء وهو على كل شيء قدير فقدرته السرمدية لاحظها يعني مش إنه مجرد يجري معجزة ولكن حضوره وجوده في أي مكان تحدث معجزة لأن قوة كانت تخرج منه فوجود يسوع هو القدرة السرمدية في عرص قان الجليل ملأوا ست أجران ماء يعني للحفة وقال قدموا يعني بدون صلاة بدون أي كلمة وتحول الماء الذي لا لون له ولا طعم ولا رائحة إلى نبيذ له لون ورائحة والطعم وهكذا أحبائي ممكن نتكلم عن معجزات المسيح مثل إشباع الآلاف شفاء المرضى فتح عيون العمي تطهير البرص ويعني إخراج الشياطين وهكذا كل أنواع المعجزات فنرى أنه سلطانه يعني من خلال قدرته السرمدية اللي كانت موجودة منذ وجوده فالمسيح كلمة الله الذي اتخذ جسدا في ملء الزمان ثم أحبائي شيء آخر بمي السلطان المسيح هو من حيث وجوده في كل مكان فمثلا في يحنى 3 آية 13 كان بيتكلم مع رجل الدين نيقوديموس قال له ليس أحد صاعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء الذي هو في السماء وهو يتكلم مع نيقوديموس واحد من أعظم معلمي اليهود يعني يعتبر معلم اليهود أو المعلم المتجول ويعتبر معلم المعلمين لأنه كان بيتجول في كل المجامع يفحص التعليم فكونه أن يسمع هذا التعليق أو هذا الكلام من يسوع فهذا كلام مهم جدا سلطانه أحبائي من حيث وجوده في كل مكان وطبعا قال يسوع حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي هناك أكون في الوسط ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر قال يسوع اسمع الكلام قال يسوع دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض فاذهبوا في هذا السلطان بشارة متأسهاح 28 من آية 18 وعلى فكرة في شيء مهم جدا أنه هذا كل الأحداث أمام العيون الفاحصة والمنتقدة والرافضة أيضا ليسوع المسيح فمثلا عندما طهر المسيح الهيكل قال هذه العبارة بيتي بيت الصلاة يدعى لجميع الشعوب وهذا اقتباس عن يهوى عن الإله القدير فيقول المسيح عن الهيكل هذا هو بيتي طبعا بهاجم اليهود وأنتم جعلتموه مغارة لصوص في متأسهاح 21 والآية 13 وفي نفس الهيكل لكي يثبت قدرته السرمدية مكتوب تقدم إليه عمي وعرج في الهيكل فشفاهم في نفس الاصحاح في آية 14 إلى درجة تاني يوم كان السؤال من رجال الدين يعني الفرسيين والشيوخ في منطقة الهيكل سألوه بأي سلطان تفعل هذا ومن أعطاك هذا السلطان في متأ 21 طبعا بالنسبة لهم المعلمين لازم يكون عندهم لازم يكون عندهم الكفاءات لازم يكون عندهم معلم متخصص لازم يكون عنده دعوة خاصة فكون المسيح من الجليل فهذا كان يعتبر تهديدا للمعلمين في أور شليم هذا السؤال كان من المرائين من المنافقين بيسألوا يسوع عن المصدر مصدر سلطانه يعني بكلمات أخرى بيسألوا ما هي مؤهلاتك ما هي مكانتك في المجتمع ومن الذي فوضك على هذا أو لهذا السلطان لهذا السبب أحبائي خلينا أذكر ثلاث نقاط وبعدين ناخد فاصل وبشرح عن هذه النقاط سلطان المسيح أحبائي المسيح له واحد سلطان ذاتي نمرة اثنين السلطان هو سلطان من الآب قد دفع كل شيء في يديه الآب دفع كل شيء في يدي المسيح نمرة ثلاثة أخذ هذا السلطان بجدارة لأنه بكل بساطة أكمل عمل الفداء فهو الملك وعندما انتصر رجع إلى مكان الملكي ولكن هذه المرة بجدارة لأنه انتصر ولأنه أكمل وبالتحديد أكمل عمل الفداء ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر أهلاً أعزائنا مشاهدينا نواصل حديثنا في هذا القسم عن سلطان المسيح المطلق كما ذكرت أنه المسيح له سلطان ذاتي ثم هذا السلطان دفع إليه من الآب ثم هذا السلطان تمم أو أكمل بجدارة يعني بجدارة استطاع أن يكون أو يمتلك هذا السلطان أولاً أحبائي السلطان الذاتي وخليني أوضح بعض الأمور هذا السلطان هو كان جزء من طبيعة المسيح جزء من حقوقه حقوقه الشرعية كإبن الله الأزلي كإبن الله الأزلي فإذن من حقه من طبيعته له سلطان ذاتي وهذه شرعية له يعني زي ما أنت تسأل مين أعطى الله شرعية فالمسيح هو الله الظاهر في الجسد فهذه الشرعية تختص بيسوع المسيح مش بس هيك أحبائي كان يسوع يدرك هذا كل الإدراء حتى منشوف هذا الشيء من جوابه من جوابه لأمه وليوسف النجار في أورشاليم لما كان عمره 12 سنة في لوقة إصحاح 2 قال ألم تعلم أنه ينبغي أن أكون فيما لأبي يعني طبعا الله استخدم المطوبة مريم التي حملت بيسوع المسيح والله استخدم يوسف اللي هو كان بمثابة أب وراعي وحامي ومدبر ويسدد احتياجات الأسرة ولكن حط نقطة مهمة جدا حتى وكان عمره 12 سنة أنا طبعا يعني أنتوا عم بتتمموا المشيئة الإلهية بس انتبهوا لازم تعرفوا لازم تعرفوا أما ينبغي أن تعلماه أنه ينبغي أن أكون فيما لأبي أنا جاي أو كما قال في يحن 4 آية 34 طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله فحط النقط على الحروف حتى هو عمره 12 سنة ثم أحبائي يعني واضح من كلام يسوع من تصريحات يسوع المسيح عندما قال أنا هو طبعا كل أحبائنا اللي بيسمعونا مرات بياخد آية بيطلعها عن النص أو سياق الحديث ونحن تحدثنا بعدة حلقات واضح أنه اللي بيعمل هذا الشيء فهو منافق ومرائي وجبان أيضا لأنه مش عاوز يقرأ الآيات مثل ما هي لكل شعوبنا العربية لأنه خايف أنه يصطدموا بحقيقة يسوع المتفوق الذي لا مثيل له هل سمعت أي إنسان قال أنا هو إيجو إيمي نفس التعبير في خروج ثلاثة أربعتاش أهي الذي أهي أو الكائن بغض النظر ماضي حاضر مستقبل قال يسوع أنا هو أنا هو خبز الحياة من يقبل إلي فلا يجوع ومن يؤمن بي فلا يعتش أبدا قال يسوع أنا هو نور العالم من يتبعني لا يمشي في الظلام ثم قال يسوع المسيح أنا هو الباب إن دخل بأحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعة ثم قال يسوع أنا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف ثم قال يسوع المسيح أيضا أنا هو القيامة والحياة من آمن بي ولو مات فسيحيا وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد ثم قال يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي ثم قال يسوع المسيح أنا هو الكرمة الحقيقية وأب الكرام سؤال هل سمعت أي نبي تحت الشمس أن يقول هذه الأقوال أنا هو ألم يقل لليهود يعني حينما ترفعون ابن الإنسان حينئذ تفهمون إني أنا هو أنا الذي أكلمكم من البدء أي بدء بيتكلم عنه انتبهوا يا جماعة هون كلام لا يستطيع أن يقول هذا الكلام إلا الإله الإله القدير فأنت يعني أمام تصريحات مهمة جدا ليسوع المسيح إما أن تصدق وتقبل أو أن ترفض ولكن في مصيرين إن قبلت لك حياة أبدية وإن رفضت هذه الأقوال ترفضت يسوع المسيح عندها ستكون في الجحيم في جهنم النار في الهلاك الأبدي إلى أبد الأبدين فإذن أحبائي تصريحات يسوع أنا هو تعبير عن جلال عن سلطان يسوع ثم لحظ حتى الناس والتلاميذ اللي كانوا واقفين أمام يسوع كانوا حسين إنوا واقفين أمام ملك يعني عنده وقار حضور ملكة عنده جلال إلهي تعرف حتى عندما وقف يسوع أمام بلاطس في المحاكمة لم يرتعب وكان يرج وكان خايف وكان يحاول يدبر وأنا دبروا لمكيد بالغلط ومش أنا وأنا كان ثابت حازم بكل معنى الكلمة لدرجة إنه حتى بلاطس خاف من يسوع المسيح ولما اتكلم معه بلاطس عند مواقف أمام بلاطس لاحظ الكلام في يوحن 18 بلاطس عم بيحكي مع يسوع أن عند السلطان أن أطلقك أن أصلبك أو أن أطلقك شوف جواب يسوع المسيح قال له لم يكن لك علي سلطان البتة لو لم تكن قد أعطيته من فوق يعني بلاطس البنتي لما بتذكر اسمه في تلك الأيام الناس بترج وبترتعب والرب يسوع بيقول له لم يكن لك علي سلطان البتة المسيح له سلطان على نفسه سلطان ذاتي أن يموت أو أن يقوم من الأموات الذي قال لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن آخذها أيضا فإذا واضح حتى من يعني وقت مكان على الصليب أحبائي مكتوب نكس الرأس وأسلم الروح فإذن يسوع المسيح له السلطان الكامل المطلق على ذاته ثم هذا السلطان الذاتي هو حقيقة سلطان على الحياة والموت في يحن 11 العزر مات وأنت أربعة أيام وإذا بتسمع للأطباء إذا بشخصه هاي الحالة بقول لك فنيتو يعني خلاص ما فيش أي شيء يعني الجسد ابتدأ يتحلل ما فيش لا خلايا ولا أعصاب ولا دم ولا نفس حتى ولا روح استطاع أن ينتشل النفس وأن يرجع إلى الحياة ألم يقل الكتاب عن الإله في العهد القديم هو يميت وهو يحيي أيضا فإذا انتزع الموت شوكة الموت سلطان الموت وأرجع العزر إلى الحياة وهكذا بإقامة الموت بل أقام نفسه من الموت لأنه قال لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها ثم أحبائي بتشوف يعني في كده آية لسبب ضيق الوقت لكن يريد ترجع للعهد الجديد ثم أحبائي يسوع المسيح له السلطان أن يعطي الحياة يعني الحياة الأبدية أو أن يلقي في جهنم ولاحظ أنه لم يأخذ هذا السلطان من أحد فهو سلطان مطلق من حقه سلطان أبد غير متغير سلطان خاص به خاص بيسوع المسيح باعتباره طبعا ابن الإنسان وباعتباره أيضا ابن الله وباعتباره وسيطا بين الله والبشر فهذه من تخصصات يسوع أن له السلطان السلطان الذاتي شيء تاني سلطان المسيح كان سلطان بجدارة ليه سلطان بجدارة بكل بساطة لأن الوحيد تحت الشمس الوحيد الوحيد كل الأنبياء أخطأوا واستغفروا وكتير أنبياء اللي قتلوا واللي زنوا واللي اغتصبوا واللي سبوا ويعني كتير لا حاجة أنه ندخل في تفاصيل هذا الموضوع لكن المسيح عاش حياة كاملة بلا خطية حياة مقدسة لأنه هو القدوس بل في إنجيل يحنى إصحاح تمانية والآية ستة وأربعين قال من منكم يبكتني على خطية إلى اليوم ما فيش أي إنسان كامل أحبائي ليه بجدارة شيء آخر مش بس لأنه كامل بلا خطية وهذا طبعا مهم جدا لكي يكون حمل الله الأضحية الذبيحة بلا خطية ذبيحة كاملة يكفر عن خطايا البشرية شيء تاني أحبائي لأنه تم عمل الفداء الكامل اسمع فيليبي إصحاح 2 فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا الذي إذ كان في سورة الله لم يحسب خلص أن يكون معادلا لله لم يحسب خلص أن يكون معادلا لله لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليم لذلك رفعه الله وعطاه اسما فوق كل اسم لكي تشتب اسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب هو رب لمجد الله الآب وأنا بتشوف يعني وضاعة النسوت كابن الإنسان وأمجاد اللهوت في العمل الكامل عمل الفداء اللي تمموا بواسطة يسوع ألم يقل طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله ألم يقل في يحنى سبع طعش آية ثلاثة مبتدئا آية ثلاثة وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرف كأنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته اسمع آية أربعة العمل الذي أعطيتني إياه لأكمل قد أكملت قد أكملت وعلى الصليب قال قد أكمل قد أكمل فإذن أحبائي هو أيضا بجدارة لأنه تم العمل الكامل على الصليب عندما قال قد أكمل يعني الرسل لما خدموا أو كرزوا بعد ما امتلأوا من الروح القدس قال الله جعل يسوع لأنه سألوا بأي سلطان يعني التلاميذ بيعملوا الله جعل يسوع هذا الذي سلبتموه أنتم ربا ومسيحا لهذا السبب أحبائي هذا السلطان بجدارة ثم مكتوب أيضا وبما أنه صعد إلى السماء كبرهان ليتمم عمله على الأرض يعني أكمل العمل على الأرض صار لنا في السماء شفيعا وكاهنا عظيما في عبرانيين إصحاح أربعة يعني المسيح عم بيعمل لحسابنا الآن وهو على العرش في السماء لأنه بجدارة استحق هذا السلطان فراجع إلى مكانه إلى العرش عن يمين العظمة والشيء الثالث أحبائي لأن هذا السلطان دفع من الآب لأنه قد دفع كل شيء إلى يده لأنه يحبه لأن الآب يحب الإبن وقد دفع كل شيء إلى يده خليني أخد فاصل قصير وبعدها رح أتكلم عن يعني كيف مارس المسيح هذا السلطان نرجع بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر أهلاً أحبائي كان السؤال قبل الفاصل كيف مارس يسوع المسيح السلطان أولاً أحبائي نرى سلطان المسيح على الطبيعة على الطبيعة في قانون في نموس طبيعي الله خلقه لكن في نموس آخر فالمسيح هو الخالق فله القدرة أن يفعل ما يريد هذا من حقه وهذا من شرعيته في مرقص إصحاح أربعة حدثت عاصفة هائجة جداً على بحيرة طبرية وكانت الأمواج تضرب السفينة والأمواج في هذه البحيرة ممكن تصل إلى ارتفاع ست أمطار أحبائي فلاحظ أن يسوع المسيح كان نايم في مرقص أربعة في هذه الحادثة كان نايم في مؤخر السفينة وأجه التلميذ أيقظوا أما يهمك يا معلم أما يهمك أننا نهلك قام الرب يسوع أمر البحر والريح أن يسكتاه وعلى فكرة هذا الأمر يعني اللي عايشين حول البحيرة أنا عشت هناك هذا الأمر يتم ليس تدريجياً كما يعني كما يحدث عادةً لكن اللي صار في الحال في الحال هدأت الرياح والبحر في مرقص إصحاح أربعة فالسؤال كانوا مكتوب تعجبوا إذ قالوا من هو هذا فإن الريح أيضاً والبحر يطيعانه ثم أيضاً في متة أربعة عشر مكتوب لقد مشى المسيح على الماء في وسط العاصفة الهائجة والأكتر أمر بطرس أن يمشي على الماء بل حتى عند صلبه أعلنت الطبيعة غضبها إذ كان في ظلمة كثيفة غطت الأرض وزلزلة عظيمة أحبائي حدثت المسيح بعد القيامة دخل العلية بعد لما ظهر للتلاميس في العلية بعد القيامة دخل والأبواب مغلقة ثم صعد إلى السماء بسلطانه خلاف نوميس الطبيعة من قانون الجاذبية طبعاً والأصعب اللي هو قانون الأكسجين لأن كل ما ارتفعت لفوق الأكسجين بخف حتى ينتهي ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء بتشوف سلطانه على الطبيعة لما الرب يسوع يبس شهر شجرة التين من شروشها من جذورها ثم ماذا مع المعجزة لما طلب من بوترس أنه يلقي السنارة أول سمك بتطلع ما قالوش على المكان ولا الزمان ولا حتى نوع السمكة أو لونها السمك اللي بتطلع بتفتح فاها بتشوف فيها النقود وطبعاً آيات كثيرة فعلة يسوع المسيح سلطان على الطبيعة قبل ما أستكمل حديثي خلينا أخذ مكالمة أخذ مكالمة من الأخت نهال من إنجلترا أهلا وسهلا أخت نهال سلام ونعمة يا حضرة الأسيس نزار برحمة حضرتك ومع حضرتك ومع كل مشاهدين قناة الحياة الغليين على قلب الرب الحقيقة حضرتك وفيت وكفيت في عرض مش بس رائع لكنه شيق جداً عن سلطان السيد المسيح المطلق وكمان مليان بالأدلة والبراهين وبالأمانة حضرتك رديت على أي تساؤلات جوه قلوب كل المشاهدين سواء مسيحيين أو مسلمين بس أنا عايز أقول حاجة ونصيحة من قلبي لكل مشاهد باحث عن الحق وأصلي أنها تقبل في المحبة لكل من يشاهدون ويسمعون اليوم لو حضرتك بتسأل لأنك متحير وعايز تفهم أكيد هتفهم لأن الله لا يغض النظر عن المخلصين الباحثين عن الحق لكن وبقول لكن لو حضرتك بتسأل علشان تجادل مجرد المجادلة صدقني مش هتستفيد حاجة فبقول لك من كل قلبي لو عايز تتأكد من سلطان المسيح المطلق وتعترف بلسانك أنه هو الله الظاهر في الجسد من فضلك من فضلك ما تسمعش للمعلومات اللي بتتصدر لك من الخارج لكن تعالى وابحث ودور بنفسك في كتاب المسيحيين نفسهم الكتاب المقدس وقوى حد يقنعك أنه محرف لو هو محرف طب فيني الأساسي ولو مش قادر كمان تدور بنفسك اسمع البرامج اللي زي برامج الأسيس نظار وغيره من المخلصين اللي تعبوا وابتهدوا علشان يثبتوا لنا كل المعلومات بالدليل والبرهان وخذ الأبحاث دي وعمل عليها تشك بنفسك تشيك وأنا متأكدة أنك هتكتشف الصدق في نقل كل المعلومات والنهاردة بالذات لما قال السيد المسيح أنا هو زي ما سمعنا وقبل سيدنا إبراهيم كان هو كائنا فأنا مش عارفة أقول إيه ولا إيه بس نفسي أحط حتة أنه أقام نفسه من الموت لأن إخواتنا المسلمين بيقولوا طب وإيه يعني أقام موتة طب فيه أنبياء آخرين أقاموا موتة طب سؤالي النهاردة هل هذه الأنبياء اللي أقاموا موتة ما زالوا حي أحياء ولا ماتوا مرة أخرى الإجابة ماتوا مرة أخرى وقبورهم ملآنة بالعظام العفنة ونتنة لكن الوحيد اللي قبره فارغا هو السيد المسيح له كل المجد وصدقني محدش هينفعك في الأخرة إلا هو يعني سمحوني من من الأنبياء يقدر أن يكون شفيعا لي يوم الآخرة فالأنبياء جميعهم خطأون لكن السيد المسيح أو عيسى بن مريم برأي القرآن هو الوحيد المسكور عنه أنه لم ينخسه الشيطان ووقف بكل شجاعة قدام كل الجموع وقال جملته الشهيرة من منكم يبكتني على خطيئة فأرجوكم وأتوسل إليكم رجع هذه الحلقة تاني واسمعوا المعلومات اللي فيها كذا مرة قبل فوايات الأوان لأن الأبدية مش مئات ولا ألاف ولا حتى ملايين السنين لكنها أبدية لا نهاية لها فلا تغامر لا تغامر بحياتك الأبدية تعالى لللي قال من آمن به له حياة أبدية ومن لم يؤمن به لن يرى حياة أبدية بل سيمكس عليه غضب الله اللي قال كذا هو السيد المسيح ومن منه يخدر أن يتحمل أن يمكس عليه غضب الله أصلي من كل قلبي إن هذه الحلقة تكون سبب الصنارة لكثيرين باسم الرب يسوع والرب يبرككم شكرا جزيلا أخت نهال ربني باركك على هذه المداخلة الحلوة الأدلة والبراهين مثل ما بتديت يعني سلطان المسيح على الطبيعة ما فيش أي كائن تحت الشمس عنده هذا السلطان يعني حتى إليه لما طلب طلب من الله اللي أعطاه إنه يؤمر إنه السماء لا تمطر ثلاث سنين ونص الشيء الثاني المهم جدا في العهد الجديد هو سلطان المسيح أن يغفر الخطايا غفر خطايا المفلوج دلوا مفروج كان موجود في كفر نحون دلوا يعني كان قدام يسوع قال له يسوع يا بني مغفورة لك خطاياك المتدينين أو رجال الدين اليهود طبعا حفظين الكتاب في داخلهم حتى مش بصوتنا سموع لماذا يتكلم هذا هكذا بالتجديف من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده فإذا المسيح عالم القلوب عرف قال لهم أيما أيصر أن يقال لهذا المريض مغفورة لك خطاياك أم أن يقال له قم احمل سريرك وامشي ثم قال هذه العبارة لكي تعلم أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا ما فيش شبهات في الجملة ما فيش أي توابل لأن بعض الناس بحاولوا يحرفوها يعني من ناحية قواعد اللغة لا لا واضحة جدا لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا طب كيف برهن لك أقول قم احمل سريرك وامشي فمشى في الحال فإذن شو الدليل أنه بيقدر شفى المفلوج شفى المفلوج وهذا كان دليل على قوة الغفران أحبائي فعلا التشخيص كان واضح من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده هذا صحيح وهنا أحبائك كأنه يقول أنا الذي أغفر الخطايا المسيح غفر الخطايا خطية المرأة التي أمسكت في ذات الفعل وهي تزني سألها في يحنى 8 أما دانك أحد أجابت وقالت لا يا سيد قال لها ولا أنا أدينك اذهبي ولا تخطئ يعني هذه قوة تعبير عن الغفران ثم في لوقه 7 المرأة الخاطئة نفس التشخيص سمعان الفريسي قال لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة هو أثبت أنه أكثر من نبي وعلى طول لأنه عرف أفكار سمعان وابتدى يعاتبه وثم قال لهذه المرأة مغفورة لك خطياك اذهبي بسلام ثم اللص التائب على الصليب قال لي يسوع اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك قال له يسوع اليوم مش بكرة اليوم تكون معي في الفردوس يعني غفر خطيا أعطى حياة أبدية ورح يكون مع يسوع المسيح في نفس اليوم في الفردوس الأبدي فإذن سلطان أن يغفر الخطايا شيء ثالث اللي بميز سلطان المسيح هو سلطان على الشياطين لما تقرأ في العهد الجديد ترى مرارا وتكرارا كيف كان يخرج الشياطين يعني واحد من أعجب القصص اللي هو في مرقص خمسة واحد لما سأل الشياطين قال لاجئون لاجئون هي كتيبة كتيبة رومانية على الأقل تتألف من ستة لاف جندي يعني كان راكبوا لهذا المجنون ستة لاف حوالي ستة لاف شطان ستة لاف عفريد كان يجرح نفسه كان بيسكن في القبور كان بيقيدو بالسلاسل كان يكسر السلاسل كان يضرب الناس كل الناس مرعوبة منه كان يعني عايش في البرارة في 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 القبور ولكن الرب يسوع بكلمة حتى الشياطين استأذنت أنه تدخل الخنازير وندفع الخنازير إلى جرف وكان العدد الفين خنزير غرقوا بالماء وهكذا أحبائي خدمة المسيح هي إخراج الأرواح النجسة بكلمة ومرات بيؤمر بسلطان وكتير مرات كان بينتهر الشياطين ثم مش بس كان عنده سلطان على الشياطين كان عنده سلطان على الملائكة فهو الذي يرسل الملائكة مكتوب عنه أعظم من الملائكة يعني في عبرانين واحد آية أربعة والملائكة تتعبد له عبرانين واحد ستة وطبعا في آيات كثيرة وهو الذي سيرسل الملائكة في المجيء الثاني فإذا عنده السلطان حتى على الملائكة ثم أحباء التعليم المسيح كان تعليم بسلطان شوف عزته على الجبل في عدة مرات يعني مش أقل من ست مرات قد سمعتم أنه قيل للقدماء أما أنا فأقول لكم مين اللي عنده الجرأة يقول أما أنا فأقول لكم فإذا هنا سلطان بتعليمه بهتت الجموع من تعليمه بهت تعجبه من كلمات النعمة في لوق أربعة أيضا عنده سلطان على النموس يعني تحب رب إلهك بعدين تحب قريبك كنفسك أحب بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا وقد دعى نفسه رب السب يعني هنا إشي بالنسبة لليهود شيء مهم جدا ولكن شرح الشريعة وعبر أنه هو رب السبت وأيضا سلطان على النموس كل أقوال وكل أفعال المسيح كانت بسلطان كل مستمعيه تعجبوا من هذا السلطان لأنه كان يتكلم بسلطان ليس كالكتب والفرسيين خلوني أخذ مكالمة من أبو مهند أهلا وسهلا أبو مهند أنت معانا على الهوى مساء الخير مساء النور علي صوتك شوي أبو مهند أجمل تحية وأجمل محبة الأخ نزار شهيد ربنا يباركك حبيبي شكرا لم أتكلم معك أيها الأخ أتمنى أنه يعني كل شيء تمام معك أبو مهند اسمح لي بهذه الكلمة تفضل هو الذي قال عن نفسه أنا خفز الحياة ولكن ابتدأ حياته الأرضية بالجوع قال أيضا أنا مع الحياة وأنهى حياة وأسشانا نعم جاعا مريح كإنسان لكنه أشبع الآلاف كإله بالذات كان حزينا مكروبا لكنه في الوقت نفسه كان سلاما أبو مكروبا أبو مهند الصوت الصوت مش واضح كشاك للذبح بينما هو الراعي الصالح أعطى حياته على صليم بموت هذا كانت حياته تعقس للملاف إنه إنسان فريد نعم آمين آمين شكرا من لا يستطيع أن يؤمن أي مننا أن يمتع رب يسوع المسيح صيدا كافيا شكرا شكرا إليك أبو مهند وآسف أن الصوت عم بيقطع ولكن مبسوط أسمع صوتك وانت في محبتي وفكري وصلواتي كمان خلينا أستكمل الحديث مش بس كان عنده سلطان في التعليم واضح سلطان المسيح من خلال المعجزات مش أي معجزات معجزات خارقة جدا كان يأمر كان بيلمس بحضوره أحيانا بدون كلمة بيشفي بإرادته وكان يشفي مرات بدون حتى صلاة صنع يعني كما قال ليحنى المعمدان العمي يبصرون والعرج يمسون والبرس يطهرون والموت يقومون والمساكين يبشرون كان يخرج الأرواح الشريرة بكلمة ما أكثر الآيات التي تتحدث كان يجول يطوف كل مدن وقرى الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت وكان يشفي كل ضعف وكل مرض في الشعب معجزات متعددة معجزات بأسليب وطرق معينة مثل ما ذكرت مجرد حضوره مجرد وجوده في المكان كانت تحدث المعجزة كان بيتقابل مع الجنازة تتحول إلى فرح وكان يشفي كل أنواع المرضى وبكثرة وبعدد كان جمهور من مرضى من عمي وعرج وعسمن مكتوب عنه في أورشل كان يشفي وكان يخلص وكان يحرر وكان يخرج الأرواح بكلمة ولكن هذا السلطان شيء طبيعي من سلطان المسيح ولكن هذا السلطان خوله وأعطاه للتلاميذ أيضا تلاميذه ومن بعدهم أنه يستخدم السلطان الإلهي وهذا السلطان ليش أحبائي؟ لأن الكتاب بعلمنا إحنا أو صرنا شركاء الطبيعة الإلهية بطرس الثاني الإصحاح الأول والآية أربعة مكتوب في متى عشر أعطاهم سلطان على شفاء المرضى وإخراج الأرواح الشريرة فإذن هذا السلطان نابع من محبته لتلاميذه وعندما أعطى المأمورية العزمة قال اذهبوا واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها من آمن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدن وهذه الآيات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين باسم يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون الأعمال التي أعملها أنا تعملونها أيضا بل تعملون أعظم منها لأن ماض إلى أبي لدرجة كانوا بيجيبوا الأسرة وكل المرضى لبطرس لما كان بيمشي بالشارع الظل الظل بتاع بطرس كان يشفي المرضى وفي سفر الأعمال مكتوب عن بولوس الرسول كانوا يأتون بالمناديل والمآذر يضعوها على جسد بولوس كانت تشفى من الأمراض والأرواح الشريرة كانت تخرج فالرب منح هذا السلطان للتلاميذ ولهذا السبب أحبائي من خلال الكرازة يعني اللي أنت بتشاهدنا دايما بتشوف فيه خلاص نفوس تتحرر من قبضة الشيطان واللعن بتتحول لبركة في كتير مرضى بيشفوا من قوة الكلمة قوة كلام يسوع المسيح في كتير مدمنين بتحرروا في كتير خطاب يتشفوا وكتير ناس بترجع للرب يسوع المسيح وطبعا في سفر أعمال الرسل مليء يعني بكل الآيات يعني في أعمال 3-6 الشحات كان يتوقع صدقة من بطرس قال له بطرس في أعمال 3-6 ليس لي فضة ولا ذهب ولكن الذي لي إياه أعطيك باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي وطبعا سألوا بطرس بأية قوة صنعتما قال باسم يسوع الناصري طبعا بقوة اسم في قوة في سلطان بهذا الاسم باسم الرب يسوع المسيح أخذ مكالمة على السريع من فريال أهلا وسهلا أخت فريال اتت معانا على الهوا أخ نزار سلام نعمة المسيح معاكم الرب يباركك يتمجد في خدمتك حبيب الله يباركك الله يباركك شكرا شكرا أخ نزار يعني أخ نزار هو السلطان المسيح اللي ذكرته حضرتك بالأدلة والبراهن من الكتاب المخدس هو أنه إثبات على أنه المسيح والله الظاهر بالجسد وهو معصوم من الخطأ من الخطيئة حتى في القرآن شهادة القرآن أسمت المسيح من الخطيئة فكل المفسرين قالوا بأنه لا توجد أي آية في القرآن تبين أن المسيح طلب الغفران من الله فقد كان عاش معصوما من الخطيئة وبريئا من كل الذنوب فهو هذا المسيح فكل شيء اللي عمله المسيح هو إثبات على أنه الله الظاهر بالجسد فالرب يفتح القلوب وينمس القلوب ويعترفون بهذا الإله المحب الرحيم الغفور اللي يعطي الحياة الأبدية لأنه نالوا الحياة الأبدية شكراً والرب يباركك أختي في ريال مبسوط أن أسمع منك ربنا يحميك وربنا يباركك قال يسوء أعطيتكم سلطاناً لتدوسوا حياة وعقارب وكل قوات العدو لا تضركم أحباء موضوع كبير ولكن المسيح له السلطان على الملكوت ملكوت الإلهي هو ملكوت هو وطبعاً مجد الأبد هو مجد الخاص لأنه الآن هو يجلس على العرش الإلهي وسوف يأتي ثانية أحبائي مكتوب عنه فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمى ليس في هذا الدهر بل في المستقبل أيضاً أختم بنبوة دانيال عن يسوع المسيح قال أحبائي كنت أرى في رؤيا الليل وإذا مع صحب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القديم الأيام فقربوه قدامه فأعطي سلطاناً ومجداً وملكوتاً لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول وملكوته ما لا ينقرد إنه سلطان المسيح المطلب وبعد هذه الأدلة من تتبع عزيزي المشاهد هل تتبع أي نبي آخر ما فيش يعني حتى المصداقية أو الشرعية للكلام أم تتبع يسوع المسيح الحي إلى أبد الآبدين القادر أن يغيرك الآن والقادر أن يكتب اسمك في سفر الحياة فالسؤال هل تريد إنه اسمك يتكتب في سفر حياة مع أنه كتبوا من ألفين سنة ولكن بصلي مجرد تكتب عبارة بسيطة على الصفحة تاعتنا قول أريد أن يكون اسمي في سفر الحياة ورح نصلي معاك ونتابعك ربنا يباركك وإلى اللقاء ونعمة المسيح معك ترجمة نانسي قنقر